كمان أو التربيع على المنافسة يا ابني اللي لازم تطلع الأول والي وقف في طريقك شيله أنت لازم تكون أحسن زميلك فلازم تسبق وتكون الأول ما إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً مش أن يسبق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه مش أن يسبق غيره وده وتوادات المعنى اللي حضرت النبي بربنا عليه إحنا حضرت النبي بربنا على الإحسان، على الجمال مش على الصراع فلو ربنا أولادنا على الصراع بتضيع حياته وعشان كده احنا لازم ناخد إجراءاته سريعة في تربيتنا لأولادنا عشان نقدر نوصل بهم بسرعة إلى الأمان على فكرة وانا بقترح عليكم ان احنا نعمل حاجة اسمها التربية المتبادلة ان احنا وبالرب أولادنا هم كمان يساعدون في التربية لان احنا مازلنا مخطبين بقوله تعالى ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها احنا عايزين نتزك فخلوا أولادكم يساعدوكم على تسكية أنفسكم ولذلك أول حاجة لازم تعملوها ما شفتش حاجة ممكن تخلي القلب تزور خشنته ويرق قد الابتسام علموا أولادكم ان هم يبتسموا في وجوه الناس بل انتوا ابتدوا وبتسموا انتوا في وششهم طول الوقت اللي ابتسامة مش هتكلفكم حاجة بس هتنشروا السلام في قلوب أولادكم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش محتاج يقول للناس أنا رحمة ليه؟ لأن مجرد ابتسمتوا في وجوه كل الناس الناس بترتاح الناس أهمها بيزول الناس بتشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان هي شافت الجنة ليه؟ عشان ابتسمتوا كان بتملق قلوبهم بالطمأنينة والراحة وبتملاها كمان بالسلام أنا كمان شايف ان احنا كمان عندنا حاجة بعيد عن فكرة بقى جريمة التنمر لكن عندنا حاجة تانية ان احنا عايزين نحاسسهم بالسلام لما نختار أجمل الألفاظ والألقاب لأولادنا والنديهم بيهم ونعلمهم انهم يستخدموا الكلام الحلو ونعلمهم ان الكلمة الطيبة صدقة والصدقة كما انها تطفئ غضب الرب تطفئ نيران السلوك الزميم وتنقي قلوب أولادنا من المقاسي ومن المساوئ فعلموا أولادكم كمان انهم ينادوا الناس كنا زمان ما كان ايه الحجز الأخلاق اللي كان يخلي الواحد ما يتعداش على الله كبر منه عشان كان بيقول له يا عمي فكان بيستخدم الألفاظ اللي تحسسوا بالعلاقة اللي بينهم فكانوا بيستخدموا الألقاب والألفاظ بشكل جيد احنا عايزين نعمل كده مع أولادنا نناديهم بالألقاب الحسنة عشان هم في الأخ خالص يتعودوا على سماع الكلام الحلو ويستخدموه لما يحسوا ان الكلام الحلو ده بيسعدوا الحاجة اللي بعد كده والتالتة شجعوا أولادكم على التفكير من أجل الاكتشاف مش من أجل اطلاق الأحكام على الناس اللي حواليه معلمون ما يطلصصوش ولكن يكتشفوا الأشياء ويطلعوا أحسن ما فيها خليهم خلوا أولادكم يعني عندهم دفتر يطلعوا أحسن ما في الأشياء لأنهما لو تعودوا أنهما يطلعوا أحسن ما في الأشياء هيحبوها ويبقوا حسين بأمان معاها وبسلام كمان آخر حاجة المتصور إن احنا محتاجين إن احنا نعملها إن احنا نوجد مساعات مشتركة بيننا وبين أولادنا المساعات المشتركة دي نشاركهم فيها أعمال كتيرة وأنشطة كتيرة هما بيحبوها ونشجعهم على استثمار قوتهم العقلية وإبداعاتهم وابتكراتهم بدل ما نستهلكوا وقولهم باسم إن احنا بنحاول بقدر الإمكان نخليهم رجالة فنشتد عليهم أو نسيبهم هما يستهلكوا وقولهم تحت طائلة وتوحش الألعاب الألكترونية المليئة بالعنف احنا محتاجين نخلي بالنا محتاجين نخلي بالنا من سلام أولادنا وسلامة أولادنا سلام أولادنا وسلامة أولادنا مش سلامهم الجسدي الأهم من سلامهم الجسدي هو سلامهم القلب سلامهم الروح سلامهم الديني من كل فكرة توديهم توديهم ناحية العنف حتى لو كان العنف ده كان العنف مع أنفسي عايزين نتحالف عشان نحمي أولادنا نحمي أولادنا من العنف في كل شيء حتى العنف في الأفكار حتى العنف في التمرد وده مش هيحصل غير لما احنا نفسنا نكون سلام على أولادنا